واهلا بكم بحلقة جديدة اليوم اليوم اللك انت عاب باكل فلافل للامانة اكت عاب باكل فلافل ويل بابسي ام ام يعني كنت بدي صوروا رام باكل فلافل بس لقيت المنظر فضيع اه اتل حالي هنشوف ازاي انتو بتقون نعمل لكم شغلات ما نعمل حوادث بس نعمل لكم ام مش كلي عمسوقوا اكل فلافل وسجل كثير بصير معلومات فوق بعض. المهم اه ما بنطول بهالمواضيع هاي بدنا ندخل بالمواضيع الاساسية تبعنا اه بما مقطعنا اليوم لنحكي مع بعض بعض الاشياء بس اه نبدأ بالاسئلة الاكتر شي يعني هيكون في سؤال وجواب وهيك قصص. بس نبدأ بالامور المعلقة. شو امور المعلقة? اللي معلوم تابع اه موضوع بعد قناتي يعني برأيي انه بعد ما يخلص هذا الفيديو يروح يشوفه او يشوفه هلأ ويكمل فيديو تعالى بعد ايه لالقصة يعني شو عم نحكي بشان ما يكون حاس حاله برات الموضوع بس هحاول انا بشكل عام اني اشرح هيك شوي روس اقلام. حكينا عن موضوع انه في حدا يوتيوبر سعودي بده يشتري قناتي حكينا انه ناخد رأييكون شفت رأييكون رأييكون لسه لهلأ ما انتهى يعني لهلأ اه زا حدا حابب يعطي تصويت او يعطي ايه فكرة او يضيف او ايه شي بقدر انه اه يروح هداك المقطع مو على هاد على هداك المقطع ويحط رأييه بموضوع بيع او لا القناة قناة عمره تسع سنين على اليوتيوب هلأ خلاص من بيعة وبنفتح جديد او لا هداك موضوع هلا بموضوع الى اليوم اه شو صار معي انا بهاد الموضوع اللي صار كفكرة اولى هي كالتالي اول شي معي لواحد الشهر يعني معي من وقت صدور هدا المقطع حوالي لسه الاسبوعين معي لواحد الشهر لقرر اذا انا بدي بيع القناة ولا لا مشان هيك تصويت تبعكن مستمر لغاية ثلاثين يعني لغاية ثلاثين انا بدي ضل شوف تصويتاتكن شوف اعرائكن اشوف هدا الموضوع مشان انه نبيع القناة ولا ما نبيعه ولا هدو اشياء هاي بالنسبة للقطاة الاولى بالنسبة للطاة في خيط اضاءة حاسينا منيحة يعني ما لي فاتح هي على الاخير لانه اذا فتحت هي على الاخير بظل الشمس ممكن تضرب بالعدسة هيك اتوقع زمالي مخربة معجق ارهيبة وامحاول ركز الامور اوكي اا لا تسجل مقاطع وانت بتسوق فقط عند قناة الوان جين جين وان اذا منكمل لموضوعنا هلا انت اعطيت رأيات اليوم عم بتشوف شو الوضع معنا لثلاثين الشهر طلعنا انا وبعض المشاهدين حلول جديدة بالبس المباشر اللي بنعمله يوميا تقريبا بالسهرة يعني شو الحلول اللي طلعنا فيا او شو الشغلات يلي خطرت على بالنا شوفوا شو سوينا اللي عملناه قلنا انه بما انه لسه في وقت يعني معنى وقت من هلا لثلاثين الشهر طب شو رايكون نعمل حل كتير حلو طب شو الحل يا عمر انه لحنا نفتح قناة لحنا بكل احوال متحيرين نفتح قناة ولا ما نفتح قناة ما لقينا حل كتير حلو خلينا من بكرة يعني اليوم هاد مقضى هينزل خلينا من بكرة نفتح قناة بكل الاحوال وبهد التالي منشوف ردة فاعل الناس على المقاطع اللي تحت هتنزل على القناة اول كم شهر اول كم يوم اول كم اسبوع ما انه معنى اسبوعين يعني معنى تقريبا عشر مقاطع منشوف شو هي شو وضع اذا لقيناها انه هي منيحة وظريفة اه كتير منتشجع اكتر لموضوع البيع اذا لقيناها سيئة ممكن بنرجع نفكر مرة تاني بموضوع البيع فهمتوا شو اصدي يعني مو غلط انه الواحد يفكر شو بدي يساوي بهاي الحالة من اشارة طويلة 35 ثانية بقى اه من بكرة يا اصدقائي ممكن اليوم احنا منزل مقطع الساعة ستة تقريبا من بكرة الساعة ستة اه حنبلش قناة جديدة حنزلكم المقطع وقال لكم على اسمه وهون حنحكي عن القناة جديدة هلا شوي ونقول اه بعض المعلومات ياللي لازم تعرفوه عنا والموضوع اللي تساعدوا فيه اكتر شي شو الموضوع اللي انتو تساعدوا فيه وتعطوه رأيكم فيه بهذا المقطع هو كتير بسيط وسبل الموضوع هو كالتالي انا صلي ساعة عم بتطلع عليكن وطلعت انا عم بتطلع على الارنت تاني من موبايل كاميرا هونيك حلو كتير حلو ابو عمير اه ماشي الحال اذا لاحظتوا اول فيديو كتحطا عم بتطلع لابعد شوي عنكن اللي لاحظت حصير اطلع عليكن اكتر لما اطلع عليكن وانا عم سوق كيت اه بقى السؤال اللي يطرح نفسه بنفسه اه شو اسم القناة؟ سؤال كتير صعد بدي تصويتاتكن وآراءكن بتعليقات تحت هذا المقطع لاعرف شو سمي القناة طبعا ممكن واحد يعطي افكار بايشي الو علاقة بوانجنجن وان او بجنجن وفي كمان خيار تاني انك انت ما تعطي ابدا اي شي الو علاقة بوانجنجن وان او جنجن ممكن شي الو علاقة بعمر وممكن شي يكون مثلا لايتنينج ستورم مثلا يعني اي شي بس تذكروا انه لما تعطوا الخيار اذا فيكن تتخيلوا انه هدا الخيار ما يكون رايح يعني كزا واحد اعطانا اسماء اه بلبس حلوة بخطرة عباله يعني بس رحنا جربنا عليناها رايحة مستعمل ما فينا نستعمل حدا مستعمل اسم قناة مستعمل لانه انت بالنهاية شو بدك تعمل انت بالنهاية بدك تعمل اه رابط للقناة بعدين بتصير www.youtube.com slash onegengenone هاي اللي سلاش بدا تصير الاسم الجديد وبالتالي انت ما فيك انك انت بتحط اي شي او 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 لازم يكون الاسم ما مستعمل وموجود حتى تقدر انت انه استعمل طيب وبالتالي هلا بنجي لسؤالنا لمهم كثير جدا 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 شو هو اسم القناة يلي بدنا نستعمل انا منيحة اللي هون هيك وصلت صار فيني اقعد احتي معاكن face to face اه سبحاني والله شوفي بشا متزمر كتير انا ما عملت شي ما عملت شي المهم شو عمعيشكن معي الصفة كمال شو دي كون احسن من هيك اه المهم يا شباب سو اه شو بنا نعمل اه بدنا نلاقي اسم للقناة كل واحد يلقول شو هو الاسم يلي بيقترحوا هل انتو بتقترحوا اسم اه مثلا اه مثلا اه الوعناقة فينا ولا لا ما بعرف نجي للقصة التانية يلي هي اه محتوى القناة محتوى القناة بعد التصويتات والآراء واضحة الاغلبية شو اللي بدنا نساوي بدنا نساوي كالتالي القناة الجديدة يلي هتصير ما بيشترك فيها إلا الناس يلي حابين المحتوى المنوعي هاللي انا بدي نزله يعني ألعاب كلها جديدة وكلها 2020 كلها تختيمات أغلب الألعاب على منصة البي سي ولكن يمكن يكون في بعض الألعاب على منصة البلاي ستيشن فايف او المنتيندو سويتش او الموبايل آآ في عالم كتير آآ حتقلي يا عمر ألعاب الموبايل اللي هي رانكت اللي منلعبها كتير مثل برول ستارز كلاش رويال هادول الشغلات كلها حتنزل فقط على هاي القناة قناة الوان جهي جنوان هديك القناة ما فيه ما فيه ألعاب آآ بده تعريق ما فيه ألعاب بده آآ تروفيز بده آآ بتطلع جولد بلاتينوم الماسي أول على العالم ما فيه هالنوع من الألعاب ما فيه التحدي فهمتو شو أصدقى بقى انتو ازا بتكن آآ تابعوا وتابعوا لي بشكل شخصي بمحتوى مطل هاد نوع معه الفلوغات نساوي فلوغات بتل هيلها نساويها بس بقى بمواضيع ثانية هديك القناة هيصير فيه هذا الموضوع تختيم لعبة كاملة مثلا رزدانت ايفل جديد نزلت مثلا اهل البيت الأبيض الباب الأبيض اللي اعملنا له حلقه من الفتره نفسه النوع نوع الألعاب هيك تختيمات الاشياء عم بحاول الشرح عندما فيني لأنه ازا انت مثلا رايح على القناة جديدة بدك تشاهد مثلا او داك تشاهد برول ستارز او داك تشاهد ليغ اوف لجند اا ما حتلاقي هدول الالعاب ملو موجودين هديك القناة ليه محتوى تاني هاد هو المحتوى اللي نمشي فيه محتوى منوع متل قنوات الالعاب منوعة ولكن ممكن اذا لعبة ترند كتير ونزلت جديدة انه نلعب فيها مسال حعطيكم مسال احد الالعاب لي ممكن نلعب فيها ترند مع انه بده تروفيز وكذا هي ليغ اوف لجندز موبايل يلي بده تنزل لسه اخر السنة يلي هي 2020 اذا 2020 جديدة اما اللعب العاب قديمة فيها العاب كتير ترند مثل مثلا فورتنايت بوب جي هدول كلا هتو انه اعتبروا قديمة كثير صعب ممكن نجرب لهم مقطع مو غلط ماينكرافت ممكن هدول ليجندري اسطوريات بس عم نحكي على بي سي اكتر على موبايل صعب انه نعمل مقاطع العلاقة بمشي لانه انا بعرفوا تابعيني انواع في شي بيحب موبايل في شي بيحب كزة في حبل جديدة لابا قديمة هعم بقلكم بشان هيك هلا بصير شو السيستم تبع القناة القناة الجديدة كل يوم بنزل عليها الساعة 6 مقطع هذا المقطع هو عبارة عن لعبة جديدة تقريبا يعني اغلب المقاطع هتكون لعبة جديدة او فيلوغ اشياء انا خاصة فيني ممكن دون القناة هاي هتصير كل يوم ممكن فيديو بس بشكل منوع وبينزل فيها انعاب موبايل مثل برول ستارز و كلاش رويل هدول لي انتم بتحملوها بيظل هذا السيستم مستمر لاخر الشهر هاد لبعد اخر هاد الشهر بنشوف الاحصائيات و بنشوف شو صار معنا وعلى اساسه بنكمل بنشوف شو بدنا نعمل فهمتو شو قصدي هذا هو السيستم كله بكرة المقطع اللي حينزل ساعة 6 حينزل مقطعين واحد هون واحد القناة الجديدة اللي انتو عم تختاروا اسمها انا وعرف شو هي انتو اللي هتساووا هتفوتوا على القناة هون هتلاقوا نازل مقطع ما احكي لكم ها القناة الجديدة و تحتها الرابط فتك بسو على الرابط فوتوا على القناة الجديدة اذا بدكن مو بدي والله واحد يروح القناة الجديدة لنا مثلا نزل لجين لعب برول ستارز نزل نزل تلاش رويل لعب اه الى اخرية فهمتو شو الفكرة صاح ما لهيك القناة الجديدة هي شي وهي قناة مستمرة يعني انتم بتتابعوا هاي القناة ازا انتم حابين هذا المحتوى الي هون ام طبعا واحد من الشغلات كمان اللي بحب ضيفه انه انا عم ساوي لكم المقاطع طولة مختلف حسب المحتوى. وعم بحاول قدما فيني. في ناس تقول لي انه هذا المقطع مسلا اللي هلأ عم نحضره. فيك تقطعه يا عمر. تشيل منه اشافات. ايه فيني. بس انا اللي بحاول اربه لجمهوري انه انا وانا عم صف السيارة انتم معي. وانا اه عم بتلبك انتم معي. مو عم خربت بجملة قص ورجع اقول جملة تانية. انا في بعض الناس بيقولوا انه هذا محتوى افضل. انا بحترم رأيون. بس انا ما بلاقيه الافضل. انا بلاقي الافضل انتكون اه خطأك وصحك يكون واضح. كيف يعني يعني انا من كنت لعب العاب ببنوا بتذكروا. اغلب مقاطعي خسارة. يعني انا بفوت على الجيم بتلاقوني خسرت اخر الجيم. هذا الجيم هو اللي بنجاح اكتر من الجيم اللي انا ربحان. لانه اه العالم بتحب الشيء الطبيعي. بينما في كتير يوتيوبرز ما بيعودوا غير انتصارات فقط. فقط. اه اجانب كبار اي ما بيعودوا غير وين. دائما وين. اه اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. اتمنى اسمع اعرائكم كتير بالتعليقات وعم بتنظر بأحرم من الجمر. اني شوف شو حتعطوني اعراء. واليوم انا جايب العيد. كل شو عم بتطلع لهون. اهو مفروض تطلع لهون. مفروض تطلع لهون. مفروض تطلع لهون. طلع لهون. طلع لهون. ليش? لانه الموبايل مباين مع الكاميرا من هون اللي بلول ما بعرف ليش باعي بشوف. اه باعي انه في شوية اضاءة وشغلات. التوقيت تبع التصوير اليوم مختلف عن العادة بنهارة وبالتالي الوهج تبع الاضاءة. يلي بيحزر قديش الساعة اه هلأ. وانا عم صور هذا المقطع له قبلة اه من الانواع القبلات المناطق الحساسة التي اه هي موجودة عند كل داخل يعني بتاعف المناطق الحساسة هي الاعباء القلب الشريانة. فمهانين عليك اكيد. يلا اه شوفوا قريبا ان شاء الله بكرة الساعة ستة بنحكي بنكمل بهذا الموضوع. وفي تقريبا بننهي معك في لو كمالي كتير خلاص. الحلقة الاخيرة بتكون منه بقى بتلاتين شهر. السلام.